موسيقى كتب السياسة العراقي ورئيس الحزب الوطني الديمقراطي كامل تشادرشي في مفكرته اليومية يقول في الساعة السابعة وأربعين دقيقة من يوم الثاني عشر من آب عام 1933 ولد ابن نصير ونصير الذي ثبته ووثق والده ساعة ميلاده يبلغ اليوم من العمر 87 عاما عاش حياة مليئة بالمفارقات والمواقف والمنعطفات تخللتها ملاحقات وسجون ومعتقلات هو إذن السياسي والمحام العراقي الأستاذ نصيري تشادرشي مرحبا بك أستاذ نصيري مرحبا شكرا منطقة البخشة موسمها البخشة البخشة وخريبة ملاسقة لمزارة الدفاع هناك سقطت جرته نعم عام 33 الآن ما شاء الله سبعة واثمين عام العمر كله والصحة والسلام إن شاء الله شكرا ثم انتقلتم إلى شارع طاهة نعم هناك طفولتك كانت طفولتين نعم في شارع طاهة شارع طاهة عائلة الاستقراطية بيتكم فتحت عينك بيتكم فلاح وشغال وحارس وسائق يعني بعض عادة الاستقراطة وقاوشي عذا وقاوشي تقعد الصبح تلقى مع عون بفلوس تاخذ يوميتك نعم وهي حالات نادرة بالعائلات البغدارية كان حاطها يعني في مكان وفيها نقوذ كثيرة واني أخذ اليومية مالتي المقررة يمكن كان عشرين فلس كان فلس له يعني ما أعتقد فلس بالخمسينات لا هي مو بالخمسيديات هاي بالأربعينيات بالفلسان بالفلسان نعم بس أنا انتبهت شي يعني لفت نظري أنه أنت تذكر أن والدتك كانت تطبخ الهريسة بعشرة محرم نعم تطبخ الهريسة بكميات جدا كبيرة وهذه انتقلت أدنى من الحلة ندر إلى والدي واستمرت عليها بكميات وتوزعوها بالعظمية نوزعها في الكسرة والعظمية وناس يجون من كل مكان يجون كميات هائلة أربع جذورة يعني قطرها يمكن قريب المتر كل واحد ويجون الناس وحتى يتبرعون بالعمل يبدي من المغرب مساء هو كتقليدي مين جاكم لأن هذا التقليد المعروف بالمناطق الجنوب ووسط العراق عند الشيعة يعني نعم يعني معنا آخر نعم أنتو أنا سامع بعض المغرضين يتحدثون عن النزعة الطأفية عند بعض السياسية العراقية وربما شمله والدك بيها نعم بس هاي الممارسة ما تدل على ذلك نهائيا ما كانت هذه الممارسة موجودة في بيتنا حتى كانت والدتي تقوم بنذر كثير خبز العباس وتوزع تروح للكاظم وتتبرع تروح الشيخ عبد القادر لأبو حنيفة يعني ما عندنا هالشيء كان أبدا حتى إحنا بيناتنا الأقراننا الزغار ما نعرف أي واحد سني أي واحد شيعي مختلطة كانت نهائيا أصلا عيب وحديثة لهذه الأسئلة يعني أنا هسا كثير من أصدقائي ويعني قسم منهم على قيد الحياة أو ذهبوا ما أحرف مذهبهم كان عيب جدا وحديثة على هذه الداعية بالأعظمية طبعا مجتمع مصغر بس معروف يعني هي تقريبا المدينة اللي هي من أحياء بغداد العريقة نعم وكان علاقة والدك بالسياسيين الكبار معروف هو بيتكم مفتوح ينفتع من الصبح ساعة ثمانية أو سبعة نعم قبل السبعة ما تنسد الباب حتى الظهر من النام الظهر هي مفتوحة إلى ساعة ثمانش أو بعد ساعة ثمانش أبد ما تنسد وباب الحديقة مفتوحة أبدا ما تنسد كيف كانت علاقة والدك برجالات النظام ولا رجالات النظام ملكي الملكي كانت قسم من عندها صداقة جدا وقسم من عندها من ناحية سياسية خصومات نعم خصومات تقريبا يعني الآراء متضاربة مثلا رح أروي قصة يعني حسب ما أذكر بال أربعة واربعين على هالشكل أنا دا أتمشى في شارع طه يعني مو بشارع أنا بشارع الثاني وكان ما بيها أحد فاتت سيارة ووقف صاحب السيارة وكان السيارة كبيرة شواتا فنزل علي قل لي أنت مو أبن كامل قلت له نعم قل لي تعال صاعدني بالسيارة وجاء لي بيد دق جرس طلع للحارس يعرفه قل له سلم لي على كامل لي خلي ابني يروح لي غاد وكذا هذا صالح جبر صالح جبر نعم صالح جبر وكان يعني في ذاك الوقت كانت يعني يعني يكون قطعة دق شو المنصبة بذلك اللحظة ما عرف يمكن كان وزير وزير أصور كان وزير ورغم سوء العلاقة جابك لأهلك نعم جابني لأهلك ووصي قل له قل للكامل بأنه لي خلي ابني يروح كل صالح قال كان عمرك يعني أقل من عشر سنوات أقل من عشر سنوات نعم أيضا تتحدث حضرتك عن فيضان بغداد نعم بالأربعة وخمسين نعم كان عمرك أنت يعني تقريبا تسعة وطعش سنة أربعة وخمسين لا كان واحد وعشرين واحد وعشرين سنة نعم فبالواحد وعشرين تدرك كل شيء يعني نعم شفت دجلة عندما بدأ يهدد بغداد شون ما شفتها يعني أنا عايش بيها يعني يعني في شارع محمد القاسب صارت فكنا نروح وبيتنا مفتوح ونطبخ به والناس تجي ونطلع إلى السدة ونشتغل ليل ونهار يعني بنا نرجع إلى الوحدة ووحدة ونوصف تنتي ننام ونرجع نشتغل بالسدة كثير شنو كان يعني الهلع اللي كان عدهالي بغداد فعلا خوف حقيقي؟ خوف حقيقي جدا يعني مثلا من جبلتهم يعني كان أكو فكرة بأنه بغداد تخلى تروح إلى جانب الكرخ بس هذه ما صارت هي الرصافة المهددة أكثر الرصافة كانت مهددة وصار التهديد الحقيقي من سدة تهضباشة حتى إحنا بدينا نعلي السدة يعني السدة وصلت تعليق بالتها إلى تقريبا متر وثلاثين متر وارباحين أعليناها كل الطلاب والناس يعني كثير من الناس اللي كنا يعني بشارعنا ودباء كانوا إيانا مثلا بلند الحيدري كان معانا طالب البغدادي معانا يعني كل الناس القرار قرار إخلاء بغداد نعم من السكان الرصافة على قد نعم اتخذت السلطات العليا هو صار قرار يعني تقريبا اتخذ من مجلس الوزراء فوزير الداخلية كان سعيد قزاز سأل استدعى المهندس الري فقال لش قد الخطورة قال الخطورة أكثر من 85-90% الخطورة 85-90% إلى 90% فمجلس الوزراء قالوا إذا هل حالا نطلب أن ينتقلون الكبار والأطفال والدساء إلى بالبداية إلى صوب الكرخ جانب الكرخ سعيد قزاز مانع رفض رفض قال هل رح تصير هلع جدا ورح تصير فوضى ويمكن عدد القتلى أكثر من الفيضان فخلي نوصل إلى حد ونبدي بالتدريج وكذا فبنع قرار من عنده قرار من عنده ووقف في مجلس شكال كان مؤثر بحيث يعني يلغي قرار مجلس الوزراء سعيد قزاز كان شخصية جدا قوية ومحترمة بنفس الوقت وهذا الموقف خلي والدك يعارض على أعدامه؟ نعم والدي طبعا بصورة عامة ضد الأعدام وكان كثير من عندهم ضد الأعدام والوطني الديمقراطي مثلا السادة حسين جميل يمكن ما أحد يعرفه إلا قليل أنا وصدفة عرفتها في كل عمره ومن أكبر محامين العراق ونقيب المحامين مرتين ورئيس اتحاد المحامين العرب كله حسين جميل ما يقبل يتوكل في قضية ضد القاتل لأن حتى لا يطلب أعدامه إلا في قضيثين في تاريخه كله جبر اتوكل بيها شنوية القضية واحدة قضية تقتلوا بيها قضية عادية قضية عادية والأخرى قتل حاكم قاضي قاضي انقتل هو توكل توكل نعم بالحلة بين الحادثة صارت أيضا بهذه الحالة ودجلة غاضب يطفق عفو حسنا يعني عندهم صدر الحكم على سعيد قزاز والدي احتج كل شوية وذكرهم بالموقفة أي ذكرهم بالموقف قال موقفة بسعيد قزاز بان الفيضان واحدة هو يعفي يغفر له نعم أيضا في يعني الدجلة تهدد بغداد والمنسوب المياه في أعلى وفاضل الجمالي هو وزوجته ووزير المواصلات هو وزوجته هم وزوجاتهم نعم في زورق في دجلة نعم يعني كيف كيف نظرت لهذه القضية وكيف كان يعني وليش يعني فاضل الجمالي ما معروف عنه بالشكل هذا أشوف يعني الآن انصافة يعني خلي نتكلم أنا كنت موظف في وزارة المواصلات وزارة المواصلات والأشغال واسعة الري والبناء والأشغال والبرق البريد والسكك والخطوط الجوية العراقية هاي كلها تابعة إلى وزارة المواصلات منصارة الفيضان احنا على النهر في دجلة وموقعنا بالضبط في ميليا المنصور كان دائرة له فالميناء مديرة البناء خصصت أرسلت زورق بخاري مرتب إلى الوزارة للطوارئ في إحدى الأيام جئت في الصباح خبرني أحد الموظفين زميلي هو حسب ما أذكر حمدي قدوري قال لي البارحة كان خفر هو ووضع نظام الخفر عنه من دول فيضان حمدي قدوري إلى علاقة باشم قدوري وفخر قدوري نعم بالعلاقة بالعم فقل لي البارحة جاء رئيس الوزراء ووزير وياهم زوجاتهم وأخذه الباطور لمدة حوالي ساعتها كالرئيس وزراء فاضل نعم كالرئيس وزراء كالرئيس وزراء فاضل جبالي وعبد المنجيد عباس وزير الدكتور عبد المنجيد عباس وزير المواصلات وركبوا بالزورق وافتروا لمدساتي رجعوا نزهة لو والله هي كانت يعني أنت شدري تفسرها لكن رئيس الوزراء ممكن كان تفقدية ممكن فأني مساءا كنا في البطن الديمقراطي يوميا نقعد والسياسيين نجون ومن جملة السياسيين فايق السبار رأي وصديق شنشل من حزب الاستقلال بس هم يوميا كانوا في الوطن الديمقراطي فرويت هالحادثة والدك موجود كان والدي ما كان موجود قاعد بالغرفة الثالية فايق السامرائي كانت عنده جريدة الجريدة هي بسائية قال لو لا خوفي عليك لكان أنشرها قلت له لا لا تخاف أنا أتحمل منسولية وما دير بال ثاني يوم مباشرة هاي مانشيتي طلحها مانشيتي يعني هيشة في العامود رحلة تحت ضوء القمر وحشة على شكل سري طبعا بها نقد واضح نقد واضح وكذا قال إذا هي تفقدية ليش يودون زوجاتهم زوجاتهم هاي مو تفقدية وكذا ما شو على كل ثاني يوم من جيت تزعلي مدير الداتية قال لي رح نتزعليك والوزير كلش غاضب وعلى هاي الجريدة وأني بالحقيقة قلت له أصور اللي كتبها ويعني وصل هذا الخبر نصيره من كامل تشادرشي المدير يقول له نعم المدير يقول له هو وزير المواصلات كان نعم وزير النقل والمواصلات لا لا مواصلات وزير وزير المواصلات نفس اللي هو عبد المجيد عبد المجيد اللي هو وزير لكل مواصلات والسكاك وكذا كلها تابعة أنه جيل انت موظف عنده ما خفيت لا والله ما خفيت ذا كل وقت نهاية ما خاف فسأني هو المدير قال سوه من جنب رئاس سيب رح نتزعليك قلت لأي آني هي هذا طرفت قلت لأنا صرحت قلت لأني صرحت وجزه حدي وآني بقيم داير بال وهو رحه شي حد شي جدا كبير بس انت منتش على أبوك أعتقد يعني والله هذه احنا كنا منخاف يعني بصراحة لكن طبعا بس لو مو انت ابن كامل تشادرشي ما تسويها بصراح نعم لو مو ابن كامل تشادرشي ما تسوي ما عرف هاي أسويها لو ما أسويها لكنه والإجراءات الأخرى ما تتخذوها لأنه أني بن كامل تشادرشي سوى الأمر الإداري ودى للتوقيع أمر شنو؟ أمر الإداري بالوجهة التحقيقية أو يا يا ودى للوزير للتوقيع حتى يتزول عني كذا قل له بيقلت أعرف من عندي وكذا وكذا فقل له نصير اعترف لي ولا داير بال ومتحمس قل له بيقل قل له بس هذا أنا أقول لك شي قرار ريبك هو أبن كامل تشادرشي وفايق السامر رأي وكذا راح تدخل قضية عامة قضية رأي عام أكثر بقى اي هذا ورح يستغلوها يمكن انكيفون والوضع حساس وانتي قل له أترك الموضوع أدز عليك بقى شوية فدز علي قل له أترك الموضوع مو لازم أعتقد اعتقاد بأنه نتصل برئيس الوزراء قل له الشيء اللي أرويه هذا ل يعني تقدير الموظفين مدهز علي نهائيا الوزير وعاتبني نهائيا لا كانت الحياة والسياقات الدولة وقيم الدولة وقيم الوظيفة تختلف صحيح كذلك أنت متحدث عن برقية وتقول هذه أغرب برقية برقية أرسلها الملك غازي إلى بكر الصدقي نعم عام 36 نعم نعم وقح كتابها رستم حيدر نعم رئيس الديوان نعم صح؟ صح وقح الملك غازي نعم وحملها جعفر العسكري والمخاطب بكر الصدقي وأربعاتهم من قتلوا أربعاتهم من قتلوا ما أغرب رسالة مو في تاريخ العراق يمكن نادر في العالم رستم حيدر تم اغتياله نعم رستم حيدر اللي هو كتبها وكتبها ملك غازي قتل بطريقة غامضة نعم جعفر العسكري قتلها بكر صدقي نعم قتل وبكر صدقي قتل بعدي قتل بعدي شين يفحواها؟ قل لها بأنه ياسين هاشمي استقال قدم استقال الآن فلا تصحف على بغداد لا تصحف على بغداد باكه داعي بس ما وصلت لو وصلت الرسالة رسالة ما وصلت قتل حامل الرسالة قتل حامل الرسالة قتل يعني هو باللحظة اللي راح لبكر صدقي جعفر العسكري رسالة عنده بجابة طب تيوصلها يوصلها وصل إلى طريق بعقوبة كاسر بوس يمكن قريب كاسر بوس المنطقة وقتل هناك من قبل الضباط الإشاعة وأعتقدها صحيحة هو بأمر بكر صدقي كان بأمر بكر صدقي هذا المعتقد كذلك عدك لقاء يمكن لقاء الوحيد وهي سعيد قزاز من رحة القاهرة صعدت بالطيارة الطيارة تتحرك من المدرج تتحركت وبشكل جدا سريعي يعني على الأقلع وقفت وقفت ورجعت فرة ثادية وواحد صعد قال من هو نصير تشادر قال نصير تشادر تشيد فضل نزلت وحطوا الدرهج وكذا ما شنو نزلت طيارة مشت هاي سابقة عجيبة اي يعني بذاك الوقت عجيبة وتأخرت الطيارة لمدة ساعة أخرها اعتقوا يخني أخلوا كل الموافقات يعني عندي باسبورت يعني بس نزلت طيارة طلقت طلقت فأخذوا باسبورت أكو مسؤول الأمن هناك بالمطار قال لي راجع الأمن للعامة أنت منعت من السفر قلت لأني ممنوع من السفر قال لي على كل انصدر أبر ببناك ثاني يوم منه الصباح راحت إلى سعيد غزاز بسهولة قابلته جدا سهلة رأسها طبعا ماكو حواجز رأسها راحت سكرثير وين كانت وزارة الداخلية بالقشلة بالقشلة نعم يعني على الشارع العام والقشلة جزء من القشلة فكان السكرثير ذاك لوكت بانكو مدير فؤاد الونداوي وأديب وصحفي فقلت لأريد أروح أشوف سعيد غزاز رأسها دخل عليه من دخل عليه رأسها قل له هذا فشلت قاعد على كورسي بنص الغرفة وصباق يسبق حداءة فشال حتى بنطرون على هالشكل وصافحني قل لي أنا اعتذر بهالشكل لكن ما رد تأخرك نهائيا فقال لي مو عبي يسون بيك بهالشكل وززوك في طيارة ايه هو قل لي قل لي قل لي هاي حكومتك هاي تكلش مترهي مترهي ايه قل لي هاي كلش مترهي قلت هاي قل لي هاي حكومتك انت مو قبل كم يوم تقول بأنه العراق أكثر بلد دموقراطي بالمنطقة قل لي انت هاي من المجلس النيابي قالها قل لي صدقت قل لي ما صدقت قل لي العدعوف قل لي قل لي صدقت ميها قل لي هاي منتهى الاريحية هاي يعني وسعيد غزاز معروف بالشدة مالته وما يقبل واحد يحتي لكن قاني أعللها شاف اعتداء علي جدا كبير يعني القضية من عنده لو من جهة أكبر جهة أكبر يعني حسن مفلهم التالي جهة أكبر نوري سعيد يعني نوري سعيد ضد والدي والدي بنزور كان واني كنت معتك والدي كان بالسجن هذاك الوقت بالستة وخمسين بالسجن هاي بعد العدوان الثلاثي بعد العدوان الثلاثي واني كنت موقوف لمدة أربعة شهر وطلعت من بعدها طلعت هذي فيه آذار عادي دعشي المواجهة فقال لي قلت لصدر أمر يعني رجع بسابورتي وكذا قلت روح على بجة العطية مدير الأمن العام مدير الأمن العام بذاك الوقت الأمن العام مرتبطة بالداخلية بالداخلية هو الوزير حتى السجون كانت مرتبطة بالداخلية فقلت لم أروح على بجة العطية يعني طلعت قبل كم يوم وكان أسبي ترحيلي إلى نقرة السلمان أروح حتى يودي إلى نقرة السلمان ضحك قال لي تخاف من نقرة السلمان قلت لي والله بصراحة لا ما أخاف ويعجبني أروح لكن ما أسلم نفسي آني لأنه هسا الدنيا ربيع وحشي على نقرة السلمان قال لي شوف هذا إنسانك يجيب لك البلوة عليك حديث طويل رحيت على بهجة نعم رحيت قال لي اطلع وقعد يم فؤاد صاح على فؤاد على الشكل تصلي باب غد سان بهجة بهجة الحطية رحيت عليه هذا صاح عليه قال لي روح على بهجة ما حد يوقفك لمدة الساعة من تطلع من هسا وتطلع تواجه بهجة العطية وبعد بهجة العطية لمدة الساعة ما حد يوقفك شتري يسوي شتري يسوي ما حد يوقفك آنك بعد الساعة أنا ما علي من عندك ليش ساعة هو يمزح له جد لا ولا كان جد يعني وكل كان نطيف مع كل فرحت إلى بهجة العطية وقصة طويلة وحاجة آنوية وكذا كان لطيف بهجة في غاية اللطف قال لي والله ومراضين عليهم أنتم فوقها كلهم مراضين عليهم هاي كانت أسباب مراضين عليهم يا دكتور ايه بس تكتبون عنهم تكتبون عنهم بقسوة نكتب عنهم بقسوة لأنه هم قسوي أنا يعني هذا العاهد وزير الداخلية يصبغ بحذاء أو يترك الصبو يقوم لك وبهجة العطية يستقبل لك للباب وجندتك يرجعون لك إياها وختمون لك جواز يعني يعني أنصافا أنا قلت لسعيد قزاز بطاقة السفار والحقيب وحقيبتي أمالتي كلها راحات وكذا قل لك عوضك قل لي هس تروح تراجع الخطوط الجوية خلال أسبوع إذا مجتك تجي هنا إنت تقدر قد مبلغها أدفع لك إياها فورا وما راضي يعني إيه وما راضي يعني شوف هذه يمكن ويا مثل ما تفضلت لأنه أنا كنس ابن بس بنفس الوقت كان والدي منزون بهجة العطية لما والدك مسجون من أجل من مصر انحبس طبعا راح العبد الناصر وعبد الناصر عداء بين أو بين طبعا عداء بس يعني إليه شي يعني السجن وكذا يعني هذه قسوة قسوة جدا يعني السجن وين مسجون بزنزان ما حد يشوفه لا يعني أكو جناح كل فرغول هي عدة غراب فندق فندق أربع نجوم لا لا هي شوف دكتور هو سجن سجن بس قصد السجن مدام يعني حريثك ما تملكه ولا تقدر تصرف فيه بينما أنت تصرفها الحجز هو نفسه فرق بين سجون الجمهوريين وسجون الملكيين هو ايه اتنينة هم هي سجون لكنه سجن مع سجن يفرق حتى الاعتقال أنا وصفته كان يعني مفقوق الباب علينا في ساحة مسيجة جدا تحت أمرة الجيش لكن ليل ونهار كان لغرف أحد ضربك راشدي لا بذاقي الوقت نهائيا لا أحد أحد غلط عليك أبد أبد لا لا بذيك الفترة أبدا خلنا نروح الفاصل ونكمل أهلا وخفتون ونتواصل مع ضيفنا الأستاذ نصير تشادرشي مرحبا بكم في الجزء الثاني من الحلقة الأولى من حواراتنا مع الأستاذ نصير تشادرشي أستاذ نصير والدك راح إلى مصر نعم بعد العدوان الثلاثي نعم وتعلم لا عفو كان موجود قبل العدوان الثلاثي قبل العدوان هي هذه كانت يعني الأجواء كلها الدل بأنه راح يصير عدوان على مصر وهو سافر قبل العدوان سافر قبلها راح إلى دمشق كان مؤتمر مؤتمر شعبي شخصيات كبير من الوطن العربي حاضرين فيها وقرروا بكل بلد يروح واحد إلى مصر كانت أجواء ملبدة ملبدة بالصراع فوصلوا إلى مصر وهناك حدث العدوان في مصر ورجع بعد العدوان ورجع بعد العدوان رجع إلى بغداد وألقي القبض عليه وألقي القبض عليه بالمطار لو بعد ما رجع لا لا بعدها بيومين هنا هناك قضية تعرف الصراع بين جمال عبد الناصر وبين نوري سعيد بين النظام كله بس الشخصاً بن نوري سعيد لا يقل ضراوة عن الصراع بين عبد الكريم قاسم وجمال عبد الناصر لاحقاً القضية أخذت فضلاً عن صراع المنهج السياسي الصراع الشخصي يعني والدك ما تعتقد بها استفزاز لا مو استفزاز وطن العربي كله كان مع مصر مصر بلد عربي صحيح سمح لي والوفد كبار الشخصيات يعني مثلاً أكرم الحوراني عبد الله الريماوي من العراق بس والدك؟ من والدي بس بالعراق نعم حميد فرنجية من لبنان اللي هو كان مرشح نكون رئيس الجمهورية كثير كثير من الشخصيات من رجع كامل تشادرتي شنو أعطاكم فكرة عن الله؟ نطعنا الفكرة بأنه قابله عبد الناصر وكذا وقال له نحن مستعدين للوطن العربي ورح نسوي نفتر إلى الوطن العربي الروح إلى المغرب الروح إلى تونس والروح إلى الجزائر وكل مكان حتى مثلاً كانت الجزائر ما ماخذ استقلالها هم استعديد الروح ونحشد البلدان العربية كلها لنصرة مصر واستقبلهم استقبال جداً كبير وكذا ومنصر العدوان نقلوهم إلى مكان ناهي يعني بعيد ريفي ودار استراحة حتى لا يصيبهم أي أدى هاي الزيارة أسست لي علاقة علاقة هود بين عبد الناصر وتشادرتي نعم ومع شخصيات مصرية لكن هذا الود نعم لم يتضح ولم يتجسد بالزيارة الثانية التي قام بها تشادرتي بعد ثورة 14 راح ترجع له بس وزار مصر مرة ثانية نعم صحيح هذا يعني بس كان عبد الناصر من راحة تشادرتي كان يريد يخفف على الوضع الاحتقان بين مصر والعراف اي بس قال له أنا مو طرف بالصراح وهذا غير صحيح قل له بأنه السفارة المصرية ذات تدخل وكذا وشنو والدك والجي هذا قل له احنا من نتدخل وهذا غير صحيح ايه يعني فافتهم والدي بأنه عبد الناصر ما يلد وفعلا أجج عبد الناصر ومن الرجاع شافل عبد كيم قاسب شافل شافل قل له نصحك لا تجاوب ولا ترد على مصر خلي مصر هي اضطل تجم لا ترد عليهم واعتقد عبد الكريم أخذ بهاي النصيحة أخذ بهاي النصيحة قل له بس اللي أساء المهداوي نعم المهداوي كثير أساء يعني ووجهة نظري هذا بس والدي قل له يعني قل له من المعتدي أريد سألك قل له بغض النظر عبد الكريم يسألك ايه قل له بغض النظر لأنه مصر يعني عندها من الدعاية وتأثير جدا كبير والآن عبد الناصر عنده تأثير أنت يعني ما راح تقدر بعد عشرين سنة يلو تقدر توصل أنا أسألك الآن بعد خمسين سنة من المعتدي والله مع الأسف عبد الناصر كان هو البادي في التدخل بالعراق ما كان يريد يخلي عبد الكريم قاسم بجيبة يريد يخليه بجيبة وقضية قضية الوحدة وكان التيارة القومية ذاك الوقت ارتفع جدا في الوطن العربي بس بالعراق كان أكو يعني مقاومة إله كثير بس حتى القوميين اللي كانوا متحمسين اللي وحدة باشر باشر بعدين تراجعوا هادي بحثنا آخر تراجعوا بعدين ايه تراجعوا كلهم كلهم وتراجعوا بما فيهم عبد السلام حتى عبد الناصر قالهم الدعوة للوحدة المبكرة بهذه الطريقة سابق لأوالي نعم وهذا ما يروي طالب شبيب صحيح هذا وكل حزب البعث شعار الوحدة وحدة بحرية ويشتراكية هاي نرجع لها قصة طويلة هاي وحدة بحرية عبد السلام اللي كان هو شايل الرهي حامل الرهي تلميذ عبد الناصر بعدين ما سووا الوحدة نعم ما سووا وحدة نهائيا وظلي كلهم تالي ورش قد من عاد من مصر اعتقل والدك بالزيارة الأولى يومين يومين لو ثلاثة انا اعتقلوني ثاني يوم انا كنت موقوف واطلقوا صراحي ووقفوني ثاني مرة وقدبوني محكمة عرفي بتهمة بتهمة المظاهرات وافرج عني بتهمة المظاهرات لانه ماكو اثبات عليها بس شاهد واحد وافرجت عني بالعرفي ما اطلق صراحي من منه ودوني بالصراحي بقيت بالصراحي اربعة ايها ودوني للسعادية انت والوالد اثنين كم اعتقلتوا دعم وانضليت اربعة شهور تالي هو بتأي تهمة قلت لي بتهمة ارسال برقية هو واحد من عندهم برقية المل عبد الناصر لا برقية الى العراق الى جلالة البلك ويقولوا لبي انه هذي اكو وتأكدوا من عندها وإلى بجلس النيابي وإلى وما نشرثا للبرقية برقية بانه هناك اكو اخبار بانه العراق دي يصدر نفط الى حيفا اسرائيل وهذا بم صحيح يعني كان بس هذي الاشعاعات كانت فهم كل ما في المأمور طلبوا بانه التدقيق من عندها والدك من يندزها من مصر؟ من مصر بالكل مع المجموعة واحد من عندهم مجموعة كبيرة كلهم ممقعين عليها؟ كلهم ممقعين عليها طبعا كلهم قايش الشخصيات الكبيرة هي المعلومة صحيحة او غلط؟ انا اعتقدها غلط كانت مو صحيحة؟ لا مو صحيحة هاي كانت الاذاعات وهم قالوا حققوا معاها والمظاهرات اللي صارت احنا توقفنا بالعدها وكذا مظاهرات بالوطن العربي كلها حتى في انقلترا وتالي يصدر يستقي الوزير الخارجي البريطاني من وراء المظاهرات من وراء الاحتجاجات مستر ايدن اللي هو كان الشخصية الثانية في حزب المحافظين وراء شرشل بالحرب العالمية الثانية هو وزير الخارجية شخصية بعروفة اضطر استقال وراء العدوان يعني العدوان بكل مكان المظاهرات كانت فاحنا من طلعنا مظاهرات ومظاهرات سلمية ضربونا بالرصاص واعتقلونا وكذا واي احتقال يعني يعني هذه ما تفضلت به كان يعني تقول اعتقال جميل واعتقال كذا احنا اعتقلونا بتهمة التسول دكتور يعني محامين دكاترة شخصيات كبيرة سكرتير نقابة المحامين واعتقل مظهر عزاوي ومرشح الجبل وطنية يعتقل كل التسول يعني اعتقلوك بتهمة التسول للإساءة إبن عائل الاستقراطي وإبن كامل تشادرشي أراد ينالون منك مو بساني بس انت تروي انت تروي نفسك حضرتك تروي انه في فترة لاحقة من تاريخ العراق كان واحد مجنون ناكم طبعا مجنون شوف هذا بعهد وحد وهذا وعهد وحد احنا يعني حاسف العائل الملكي 63 مو دولة هذه كانت مو دولة مو دولة هنا دولة الهكيانها احنا من ننتقد العهد الملكي وننتقد ذاك العهد ننتقده من ناحية سياسية وليس من ناحية الأداء الوظيفي أو الاقتصادي أو غيرها أستاذ نصير التاريخ مقاربات اكو التاريخ المقارن يسمو غير تقارن بين الماضي واللي بعده لا لا أنا ما أقارن يعني سيئ بأسوأ يهو أسوأ من عنده أنا أريد لا هذا ما يصير يعني كان يعني أكون انتهاكات من ناحية سياسية مثلا هسأروي لك في أي بلد حربي لما يطلع المطاهرات يصير توقفات يتوقفون جباة ثاني يوم يضبقون عشر تيام عشرين يوم يفقوهم طلاب يسجنوهم لبدة سنة لبدة خمس سنين وتالي بالسجن يزداد هذا أقو من عنده من سجنه وبالثمانية واربعين طلعوا ثمانية وخمسين هو هو بسجون سنة وحدة بالسجن هذا طالب مستقبلا راح يعني والدك انحكم بهذه القضية لما انحكم انحكم ثلاث سنوات كملها لا يعني طلع بيوم قبل ثورة تموز بسطة عشر بسطة عشر ايه ارادة ملكية باطلاق صراحة هذه الها قصة نعم اخراج من السجن الها قصة ايضا نعم هو يعلم بساعة الصفر لثورة 14 أمور صحيح كيف عرف هو يعني دكتور هذا السؤال أولا الحزب الوطني دموقراطي عنده فلسفة ضد الانقلابات ومتبسك بيها جدا هو من جاء نوري سعيد وشكل للوزارة ألغى الصحافة ألغى النقابات سن عدة مراسيم أسقاط الجنسية تعديل قانون العقوبات كلها هذه وتالي الانتخابات اللي صارت بالـ 54 الجبهة فازت بالدعش واحد وأقو مؤيدين إليه ما يتجاوزون لـ 30 في أحسن الأحوال جلسة وحدة جاء نوري سعيد حالها هذه كانت نقطة جدا مهمة في تاريخ العراق أي يسو وكثير من الشباب أي يسو تركوا الأحزاب التقليدية الأحزاب العلنية راحوا إلى الأحزاب السرية لأنه الأحزاب السرية كانت تحمل رأي ثورة والعنف فكل إحنا رحنا اتجاه هذه الاتجاهات وأي يسو بعد ما يقوم من أبلغ والدك في ساعة السفر بدايتها الدكتور بدايتها بالستة وخمسين تصدر الأستاذ حسين يميل بدايتها وقالوا أكو تنظيم وكذا عبدالكريم قاسب بالذات نفسه نفسه يعني على الطريق رشيد بطلق صاحبة صديقة جاء لها هذا فبعدها مباشرة قرروا أن يتواصلون ويا فقرروا محمد حديد من السجل والدي بعدها وقبلها قرروا محمد حديد يكون هو همزة الوصل فقط ويتصل بي والدي ورشيد بطلق يتصل بي لكن ساعة الصفر أروي لك عليها يوم الجمعة اللي هي أعتقد كان يوم داعش بالشهر داعش تموز جاء صباحا ساعة عشر ونص اختلف بوالدي من هو رشيد مطلق كان موجود بالصدفة محمد مهدي كوبة موجود وين ويا بوالدي بالسجل جايزورة كان طالع من السجل جايزورة جايزورة صباحا ف قال لي يعني الشر الوالدي يعني افتهم قال لي أبقى محمد مدي بقى نص ساعة حوالي وطلع سألت عني الوالدي قلت هل محمد مهدي كوبة مبلغ بالساعة الصفر قال لي لا ما حد مبلغ بالساعة الصفر يعني حسب هذا فرشيد مطلق قال لي ترتب كل شي بالصريح بالصريح ترتب كل شي و حدد لليوم حدد لليوم وكذا فرح قال لي ترتب رجع بال يوم الجمعة نفس اليوم مساء ساعة قريب الساعة الثمانية مساء من رجع رشيد نفسه رشيد نفسه كان يم والدي قاعد حسين جميل وقاعد جعفر البدر من البصرة هم كان نائب وكذا الوطني الديمقراطي ف قال لي الوالدي عندي شغلة وهذا الشخص اللي كلفتك عنه استاذ محمد مدي يعيد يعني من هال شي اختلوا جوه فطلع يعني قلت تهى بعد ما تتأجل نهائيا مهما كان فيوم 14 ثموز والدك كان يتوقع اصير مواجهات فأخذ فصيلة الدم وعلقها صحيح فصيلة الدم شوني فصيلة الدم وعوبازته اي او اوبازته دعم ومو بس هذا يعني اذا واحد يباوع يعني ذاك الواقد شكت كانت عطف على حركة وطنية وعطف على كامل تشادر شيء غير كامل تشادر شيء فالدكتور ما نستجن اذا تلاحظها اللي هنشرتها وعندي موجودة من هو هذا الطبيب ما نبين اسمه ديقول فحص الدم لأستاذ كامل الشادر شيء هو سجين يلقب أستاذ يعني بالسجن مدير السجد الألقاب والمقامات ما تروح للسجن عدة دول عدة دول مثلا مفتش العام من السجن جابر منير يوميا يجي من يزوره ومن طلع من السجن تقريبا يوميا يزوره صاروا أصدقاء فكان أحطف حتى احنا ما كنا موقوفين سين هو طلع قبل أفرج عنا قبل شغير 16 عجب يعني شين الصدفة هاي الصدفة يعني هناك احتجاجات كبيرة في مجلس النيابي بعفوا خاص طلع أو شنو نعم بعفوا طلع للملك رادة ملكية مجلس النيابي بالكامل في لبنان صوت وطلع صراح كامل سوريا كذلك مصر سووا اضراط لمدة ساعة مصر لسجن كامل لشاتر وجماعت زورة ما طلع طلب هديد حاج حمود صحيح بالشامية ساكن شنو علاقة أكو علاقة صداقة بيناته بوطن ديمقراطي فضلا عن كون ابن الوطن علاقة شخصية ويعرف راح يصير وزير يعرف راح يصير وزير كلف أخويا رفعت شقيقي لأن كان يبني لبناية شارع النضال فقال لابرقل هذا خلي يجيني رأسا لأنه أنا لا أريد برقل ولا أريد خابر فبرقل رفعت بأنه أهضر فورا إلى بغداد لقضية تتعلق بأمانة العاصمة على البنائة فجاء روح إلى والدي ذي لذكر فجاء وصل اليوم السبت أديب فقال لابرقل لابرقل أكو حدث أكو حدث مهم راح يصير قال ل شنو قال ل ما أقول لك حدث قد نحتاجك فقال ل أقدر أروح يوم واحد وأجي قال ل لا راح أتيب قاعد بالفندق قاعد بالفندق فندق شارع النهر كان آخير شارع النهر فثاني يوم يوم الأحد جاء والدي مساءل قال ل أقدر أروح قال ل لا هو لو يدري يصير وزير ميلح فقال ل فتشي قل زين أقدر أسأل شو وقت راح يصير هذا يتعط ل قل له ديب دروح النادي المحامين وقعد هناك شوية ارتاح راح يصير هذا الحدث أقرب من خيالك شقد تتخيل هو أقرب من خيالك هذا قبل يوم هذا يوم الأحد هي الثانية صارت صباحا فهدي نايم بالأوثيل دق علي الباب قال له لثورة قال لهم خلوني لنا فرجع الدق قال له بالإذاعة يقولون أنت وزير أسبك وزير بالإذاعة من الصباح ما يدري وصار وزير جراعة صار وزير جراعة وجاء للبيت أيضا أنت ملتقي بصلاح البيطار نعم وفؤاد الركابي نعم فؤاد الركابي على طول التقي لا هذا اللقاء خاص بعدين تتقون بس جاي صلاح البيطار جاي وفيد جاي وفيد وغموة وأكرم الحراني وقعده فيندق صلاح البيطار غير فندق نعم شنو شنو الدفاع كدنا شباب نسوين لجنة شباب بغداد ونشطين كدنا فاسمعنا بالوفد ورسل البيطار وأكرب الحراني وغيره فقتلهم خلين أي سنة 57 تقريبا لا قبل له بعد 56 56 كان يعني داعيتهم بالحكومة على قضايا الأعمار وأعمار والمشاريع ومجلس الأعمار فقتلهم أنا أقدر أدبر هذا فعرفت هو نازل في فندق ساميراميس أنا عرفت ساميراميس وكننا نسهر به دقعة قبلك في تيري شباب شباب فراحت على الريسبشن حشيت باللهجة السورية قلت لهم أريد أشوف سلاح البيطار قلوا لي من حضرتك قلت لهم أنا قرائب أسبي بروان تصلوا بي قلوا لك واحد اسمه بروان يريد يتصل بيك يعني يعني هو بالريسبشن كوهي مثل الكشق قلت لأني من شباب بغداد واني كذا قلت تفضل لأني بالطابق فوق غرفتي صعدت فتحت الباب استقبلني شافت فؤاد الركابي القاعد يبنا يعرفك فؤاد ردك معرفة طبعا بس محجة شي فؤاد نهائيا فؤاد مؤذب جدا كان وهادئ فقلت لطيذ قال شو تسوون بنا احنا كل شي نعرف قاني بارح بيت كامل لشادر شي تشدت وفهمنا كل شي وطلعنا جولة وكذا فؤاد ضحك قال لذي يتكلم مياك من كامل شادر شي فتعجب هو قال لي يابا روح وشوف الوفد نصحنا رئيس الوفد كان حسان الجابري رجل كبير وكذا ويعني مدح فسوينا مواعد وياه وطويلها من قضية البور وشفنا وعني أساتد عراقيين قاعدين وحشينا بكل صراح الي جوم على نور السعيد وكذا وقلت له رح يوقفون احنا أخذ سامينة وقال هذا رقم تلفوني التصبي والله أقلب الدنيا اذا وقفوك فعلا ما وقفوك استاذ نصير بالحلقة جاية رح نناقش تجربتك رغم قصرها نعم ودورك في اجراء أو جمع ممثل عن القيادة القطرية واللجنة المركزية بطلب من الشوعيين نعم وهاي قضية مهمة جدا نعم ليش الشوعيين يطربون لقاء مع القيادة القطرية نعم ومنهم من القيادة القطرية التقى بهم وليش نعم ومحطات كثيرة أخرى نناقشها بالحلقة الثانية نعم مشاهد الكرام إلى هنا انتهى زمن الحلقة الأولى من حواراتنا مع الأستاذ نصير شادرشي انتظرونا في حلقات أخرى ومحطات أخرى وملفات أخرى إن شاء الله قريبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة